بغض النظر عن التوصيفات مادة 277 من قانون العقوبات مادة 277 من قانون العقوبات من حق الزوجة إنها تحبس الزوج في دعوة زنى زوج جريمة زنى الزوج لو زوجها زنى بأخرى لو زوجها زنى بأخرى تتقدم بشك وتحبسه من أركان أهم ركن من أركان الجريمة أن يكون في منزل الزوجية وليه المشرع قال في منزل الزوجية قال عشان عطفتها وإنها سيدة البيت وجرح الكبرياء طب إيه المشكلة؟ حلو قوي يبقى لو بر منزل الزوجية لا تستطيع إنها تحبسه يعني لو هي أفشته بر منزل الزوجية ما تقدرش تحبسه بالزبط إلا إذا كان المسكن بأرضه لبره عشان نوضح للناس يعد مسكن الزوجية ماشتة مصيف يعني بيعد مسكن الزوجية بصفة عارضة لكن واخد لها وضع فندق واخد لها سكن لوحدها أذا كان هو أصل لواخد لها قوضة في فندق ولا سكن لوحدها وتقفش وكده كده هيتحبسه لا مش هيتحبسه تخياني مش هيتحبسه مش هيتحبسه قانوننا بيقول كده والزوجة مش من حقها أنا تشتكه جوزها أو يتحبس إلا إذا زنا في منزل الزوجية في حين لو أفشته بقى مع امرأته تحبسه حتى لو في منزل تاني خالص بالضبط ده القانون بتاعنا شفت بقى حضراتك عرفت اللي عمله بتاعته إذا أفشته مع زوجته مع زوجته بره منزل الزوجية وما أعلمهاش وفقاً للمدى من واحده تسعين يتحبس لكن لو مع واحده مش زوجته وعشان كده الزوج اللي يضبط مع سيدها بره منزل الزوجية لما امرأته تيجي ولو المصحف أكسم بلما امرأتي مش مرأتي بس إحنا نعدل إن هو لو يضبط مع زوجته بص 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 دي مش مرأتي لصاحباتي نعدلها بقى نوع أدل قانون بتاعها أذنكو بس أسمع رأيي وستاذا مهلا إن النقطة دي غريبة